بالنسبة للمشكل اللي القرض اللي تنعانيه منه هو مشكل قديم وزاد يعني اتفاقم كتر من اللي كان من قبل يعني بالنسبة للقرض حاليا يعني كأنه مستعمير يعني استعمار تقريباً للبلاد بالنسبة للمزارع بالنسبة الأشجر المتمرة بالنسبة لمنوع الناس ما بقاش يدروا البحير كيف ما كانوا يديروهم في البلايس اللي يعني المجاورة للزاوية للدرجة ان القرضة حالياً ولو انهم تتلقى محتفة ديور يعني لو ممكن دخل تلقى في الصالونجلس معك مؤخراً يعني واحد السيدة هنا يا كانت في دارها دخلات لقاتولها في الصالونجلس مسألة اخرى يعني هما انا عندي شجر ديال حب الملوك تقريباً خمس سنوناتن يعني تحن نرعاهم وتنكبر فيهم وتهدى تلسنين هادي يعني من نهار اللي بداوتين ينضجوا يعني بداوتين يعطيوا التمار ديالهم آآ ليحد الساعة مع حبة واحدة بقي ما تقتاشيت من ذوك الشجر يعني وليت بحالة واجتي ذاك الشجر للقرضة تتوصل الوقت تيجيو تيح يدوك الغلاء كاملة المشماش قضاوا عليه يعني تيكلوا اللي الورق قضاوا عليه وبالنسبة للسيكنار يعني ما تدرب واحد شكل لي هو كبير بزاف وترد تشكل حتى خط هاد القرودة دولوتي يشكلوا خطر لان ما بقوش هي بحالة زي بحالة زي بحالة دقول مثلا ولو ندمجوا مع الانسان ما بقوش يخافه حتى من الانسان وبالتالي هو خطر على الدرس صغار خطر على الناس يعني المزاريع ديالهم خطر على الساكينة كاملة بصفتين عامة وما كانش واحد هنا في زاوية غدي تسولوا وهدي يقولك بأنه ما ما متضررش من هاد القرودة يعني يقولك المثل الشيء ادازة عن حد دين قال بي لا ضده هادا وليتن فتنطلبوا من السلطات انهم نشوف نحل لهذه المسألة لانهم اه بالنسبة للقرودة شيء اللي هاجم ما ما خسك تقيسهم ما خسك تقتلهم ما خسك تحاجة ولكن ختم القولي نحل القولي نحل اللي اننا رأى متضررين منهم بشكل كبير بزاف لا سواء في المزاريع حتى في ديور الداليات الكرموس مبقى حتى تحاجة بقاتها يعني تستتسب من الناس اكينة شنو قاع للزاوية احنا ما فهمناش من الجانب دي ما هو سياحي انا موسيارات ما هو سياحي صديقة دي المحمد فتيحي وهيشام فخيم والاصدقاء كاملين كنا من قبل كنا خدامين احنا مستفيدين من المبادرة الوطنية الاثنينية البشرية الحمد لله استفدنا من هاد القطاع وخدمنا وكبرنا به ولادنا وهذا الحمد لله ولكن وقاع واحد تغيير ما عرفناش من ينجا الزاوية ولا تخر بقات من ناحية البنية التحتية ما بقات لبنية التحتية ولا ولا هاد الاشغال هادو كيف ما اذكر الاخ الاخ محمد الاشغال من تقربنا 14 سنة وهي والزاوية تتعاني من هاد المشاكل اي مقاول دخل احنا متل لموش متل لموش جهة معنية ولكن بغينا نعفوش كونه هي الجهة اللي معنية بهذا الامر هذا الزاوية صغيرة وفيها دورة وحدة بغينا نفهموه علش هاد طمطول في هاد الاشغال هاد ما بقى لما في الزاوية ما بقوا لاشغال الشباب ديالنا ضايع ولدتنا صغار ضايعين هاد تيران اللي هم لا شاب اللا فين يلعبوا الدراري لفين يقضيوا الأوقات ديالهم هاد الشباب الدراري صغار خرجوا من من تحرروا من الدراسة ما عندهم لفين تيلعبوا الكورة في الآزقة تيلعبوا الكورة في الزناقي قدام البيبن ديال الناس هاد تيران هاد اللي تيتصوب تقريبا 14 سنة هاد كل عام عندهم ميزانية وما تيتدار فيه بتايشي حاجة بغينا نعرفوه علاش شنو هو السبب كينه شيء ايدي خافية اللي تتجرب هاد الزاوية ود افران اللور ما عرفنا شكونا هي حنا تنعاني وواحد معاناة كبيرة من القطاع السياحي بعدها او الميت لا التفت من وزارة السياحة ولا من لمن دو بيات السياحة ولا ميت شي حاجة تنخلصو الضرائب دخلنا في الضاربة برنا لجيس اه اه رجيس تنكر بلكوميرس بغينا نخلصوه القوانين بغينا احنا مطا بقول القانون ولكن ما قنام عام لنخدمو انا متلوم حتى شي جيهة معني ولكن انا بغيت نسول هذه الجيهة اللي معنية بهذا بهذا الأمور هذا تبني لنا الزاوية هاديه هاد الاشغال هادو اللي الازيقة تصيبو الدورة ديال الزاوية ديفران تيلقوا الناس في المشكل اللي بغي ما تقوش ناش فين الستسيوني اللي جاب طو موبيلته ما تي عاودش يبغي عاود يرجع مرة أخرى طو موبيلته تهرس العباد الله ما ما فهمنا والو هاد البيزورنو ولا شركة ديال الأزبال ولا ما عرفناش مشاكل ديال لتنا هدروا مع الجماعة تقول لك الجماعة أنا عندي مشاكل في سيولة ما عنديش باش نخلص باش نخلص الشركة ديال الأزبال ولا تلزوية كلها أزبال ما عرفناش مشكل فين كين القطاع السياحي مية ومية الدرجات ما تصورش بحالك لأن البابة حنا ولينا تخدمين على رسنا كل واحد فينا نسحب من هاد المينادي ما بقيناش بغينا قاعنا نخدمو السياحة ومعندنش شي حاجة أخرى اللي غادي نديرو